بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالسادة المشاهدين إطلالة جديدة في حال البلد والعديد من القضايا في هذه الحلقة فقرة تعين على السوق المركز الخرطوم هناك شكاوى عديدة من تجار الخضر والفواكه بالسوق المركزي حول ترد الأوضاع البيئية بالسوق ومياه الصرف طافحة والأوضاع صعبة جدا حنشوف في هذه الحلقة وأيضا نتكلم مع الأخ المعتمد حول هذا الوضع في السوق المركزي في قضية للنقاش الحزب الصوفي الدمغراطي الناس شاهدوا في الإعلام الخطاب أو دعوة التأسيس الذي تقدم بها ثلاثة من المتصوفة فهل الحزب الصوفي الدمغراطي طموح أفراد نحو السياسة أم هي حاجة حقيقية للمتصوفة في السودان في فقرة توصل صوتك سنكون في محلية شرق النيل في شكاوى من المواطن هناك سنسمع ونشاهد صالون سوداني 24 مع السيد مبارك الفاضل وحلقة ثامنة في سلسلة حلقاتنا معه لكن نبدأ بأهم أخبار البلد وزميننا مصطفى الشيخ مرحبا بكم أستاذ الطاهر حسن التوب أهلا بكم في أخبار البلد طلبت النقابة العامة لعمال التعليم العام بالقبض على اللاجئين الجنوبيين المتورطين في الاعتداء على أربع من معلمات معسكر خور الورد بولاية النيل الأبيض وتوقيع أقسى العقوبات عليهم ودعت النقابة للتعامل مع الأجانب بالحزم اللازم حفاظا على أمن المواطن ووصفت الاعتداء على معلمات معسكر خور الورد بأنه جريمة وحشية ضد الإنسانية وذكرت النقابة في بيان أن يطلع عليه محرر أخبار البلد أن رئيس فرعيتها بولاية النيل الأبيض عمر عبد الباقي التقى بالمعلمات المعتدى عليهن واستمع لشكواهن وأشارت النقابة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عدد من الجنات وشرعت في التحر معهم توطئة لمحاكمتهم رفعت لجنة الزراع بالمجلس الوطني للمرة الثانية اجتماعها المخصص لمناقشة تمويل الموسم الصيفي وذلك لعدم حضور وزير المالية الفريق دكتور محمد عثمان الركابي ومدير البنك الزراعي وأكد عضو البرلمان رئيس حزب اتحاد قوى الأمة محمود عبد الجبار أن غياب الوزير ومدير البنك تم دون إبداء اعذار أو اعتبار للجنة الزراعية بالبرلمان مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت وأجازت بيان وزارة الثروة الحيوانية بحضور أربعة نواب فقط من عضويتها وقال عبد الجبار في بيان صحفي طلع عليه محرر أخبار البلد إن مناقشة تمويل الزراعة الصيفية يجب أن يتم في شهر يبريل أو مايو ليتمكن المزارعون من التحضير للزراعة في الوقت المناسب ولفت إلى أن هذا الأمر يوضح حجم التفريط والعبث بالزراعة من بعض الجهات المسؤولة كثفت الحكومة حملاتها لجمع السلاح من عيد المواطنين بولايات دارفور بما يقود لوضع حد للتفلتات هناك في وقت كشف فيه والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف عن وصول نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن إلى الفاشر يوم غدنا الاثنين لتراؤز الاجتماع التنويري الأول لولاة ولايات دارفور الخمس بخصوص حملات جمع السلاح وقال عبد الواحد في تصريحات صحفية إن الاجتماع سيستمع لخطة ولاية شمال دارفور حول جمع السلاح ووضع المطلوبات الخاصة بها في المرحلة الأولى بجانب التواقيت الزمنية النهائية لها مؤكدا استعداد ولايته لتنفيذ عملية جمع السلاح وإدراء المصالحات القبلية كشفت مصادر أخبار البلد عن استدعاء لجنة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بالبرلمان لوزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف إلى المجلس الوطني يوم غدنا الاثنين لاستجلاء الأوضاع لتلفزيون السودان القومي والوقوف على ملابسات غياب نشرة الأخبار الرئيسية من البث الأسبوع الماضي وقالت المصادر إن البرلمان يهدف من استدعاء الوزير لوضع حلول عاجلة لما يدور بالتلفزيون القومي ولتطوير العمل به أخبار البلد لهذه الليلة انتهت أعود عليك أستاذ الطاهر لتكملة مشوار حال البلد شكرا للمشاهدة